بسم الله الرحمن الرحيم رحب بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم رح نبدي بشرح تمارين كتابة نحو هذا الكتاب اللي هو طبع الخامسة English Grammar News هذا الكتاب بتدرس مرحلة أولى وبعض كليات الآداب وكليات التربية المفتوحة يدرسونه مرحلة ثانية ولكن انتبعوا على الكتاب اسمه English Grammar News هذا هو اسم الكتاب طبعا التمرين الأول What is happening in the pictures Choose from these verbs هنا بهذا التمرين عندنا هذه صور وهنا عندنا كلمات اليونت الأول يتحدث على زمن المضارع المستمر زين احنا ش راح نسوي راح نجيب هذول الأفعال من خلال هاي الصور وننزلهم هنا ونختار الحل الصحيح مع صياغة الجملة بزمن المضارع المستمر لأنه هذا اليونت يتحدث على زمن المضارع المستمر هنا أنت مطلوب من عندك تختار الفاعل تختار الفاعل يعني مثلا هي دا تاخل صورة يعني هي دا تلتقط صورة ثانيا هي شو ليس شو ليس يعني تكرمون ربطة يربط الحذاء مالته فرح أصير هي إز تاينغ رح أصير هنا هي إز تاينغ خلال شوفكم الحل هي إز تاينغ فرح أصير هي إز تاينغ نقلب لأنه هذا شوية تغييره خاص يعني الثانية قايل طرق الطريق فهم ثنين يعني جمع فرح أقول they are crossing they are crossing يعني هما دا يعبرون الطريق they are crossing يعني معناها هما دا يعبرون الطريق بالمناسبة الملزمة كملت إن شاء الله الجزء الأول كمل موجود بكل المكاتب تقدرون تطلبونه من أي مكتبة إذا تحبون راح تتوفر هذه الملزمة تقدرون تطلبونها توصيل من أي محافظة أي جامعة بالعراق طيب رقم أربعة قال he is scratching he is scratching يعني هو دا يحك رأسه يعني رقم أربعة عفوا his head يعني رأسه his head يعني رأسه طيب رقم خمسة she is hiding يعني she is hiding يعني هي دا تغتفي أو دا ضمن نفسها ورا الشجرة ورا الشجرة وعدنا رقم ستة they are waving يعني هما they sell moon they are waving to somebody يعني معناها هما دا يسلمون على الشخص ما هذا هو التمرين الأول أتمنى تشتركون بالقناة وترسلون هاي الفيديوهات الزموة لكم إذا شفنا أكو تفاعل حلو راح نكمل لكم هذه الشروحات حصرا هذه الفترة خلال هاي المدة القصيرة نكمل لكم المنهج بأكمله تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته